بسم الله الرحمن الرحيم يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر رواه مسلم هذا الحديث الصحيح عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه في صيام الست من شوال يقول صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر رواه مسلم من صام رمضان أدى رمضان كاملا ثم أتبع رمضان ستة أيام من شوال كان كصيام الدهر فرضا يعني كصيام الدهر في الوريضة وإلا فالنافلة مخروص منها كان صيام الدهر كأنه صام الدهر فرضا من المعلوم أن ثواب الفرض يختلف عن ثواب النافلة فالست من شوال إذا أتبعت برمضان كانت كصيام رمضان مثل صيام رمضان في العجر فلذا صار صيام الستة الأيام من شوال بصيام شهرين وعشرة أشهر صيام رمضان فكأنما صام الدهر كله وإلسنة كلها وهذا فضل من الله وإحسان ونطف بعباده حيث جعل شهر وستة أيام بمثاب الصيام الدهر كله في الفرض في النافلة في الثواب عند الله جل وعلا ثم هذه الست من شوال هل يلزم أن تكون بعد السكمال رمضان أو لا يلزم قال بعض العلماء يلزم أن يكون السكمل صيام شهر رمضان ولم يبقى عليه شيء منه قال بعضهم من لا يلزم ذلك بل إذا صام رمضان صام ما أدركه من رمضان ثم هو عادم على صيام ما فاته منه وأتبعه ستة أيام من شوال كان كصيام الدهر من هذا أخذ العلماء رحمه الله هل يجوز تقديم الست من شوال على بقية صيام رمضان أم لا الخلافين العلماء رحمه الله عند الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يجوز للمسلم أن يصوم الست من شوال وقد كان عليه بقية من رمضان وقد كان عليه بقية من رمضان عند الإمة الثلاثة رحمة الله عليهم أنه لا بعث بصيامها وإن كان عليه بقية من رمضان قالوا لأن الصيام الست مشروطة بالست فقط مشروطة من شوال أما صيام بقية رمضان فهذا يسوق للمسلم في سائر السنة قضاء رمضان يجوز في سائر السنة ما يزمن يكون في الأيام الباقية من شوال وهذا يدل على السحباب صيام الست من شوال عند سائر الأئمة سوى الإمام مالك رحمة الله عليه فإنه قال يكره صيام الست من شوال نقول لما يرحمك الله قال لأنها تخشى أن يعتزل أن يقول العامة إن هذه زيادة في رمضان ورمضان لا يجوز أن يزاد فيه نقول ألم يقل صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه يقول رحمه الله كأن هذا الحديث لم يبلغه فلذا كرع صيام الست وكراهية الإمام مالك رحمة الله عليه لاعتبار لها لأن الحديث جاء بالسحبابها بدون استثناء ولا يقال هذا في جانب الحديث لولا أن مالك لم يبلغها هذا الحديث فلو بلغه ما قال بخلافه رحمة الله عليه نعم مفردات الحديث أتبعه يقال تبعه تبعا وتباعا من باب تعب وأتبعه ألحقه به ألحقه به وجعله تابعا له شوال بفتح الشين المعجبة وتشديد الواوي هو الشهر العاشر من السنة القمرية الهجرية وهو أول أشهر الحج قيل سمي شوالا لأنه وقت تسميته أول أشهر الحج شوال أشهر الحج شهر الحج هي شوال والشهر ذي القاعدة والعشر الأول من ذي الحجة هذه أشهر الحج الأشهر الحرم ثلاثة للقاعدة والحجة ومحرم ورجب الذي بين جمادى وشعبان لا تختلط عليك أشهر الحج هذه خاصة بالحج من اعتمر في أشهر الحج فيعتبر اعتمر في أشهر الحج وتمتع بالعمرة للحج فيكون عليه هدي أما من اعتمر في غير أشهر الحج فلا يلزمه هدي إذا رجع لبلاده أو استمر في مكة وحج من نفس السنة أما أشهر الحرم فهي التي كانت تحرم بالجاهلية يحرم بها القتال ويحرم بها الاعتداء على أحد كانت الأهل الجاهلية يحرمونها لكنهم في آخر الأمر كانوا يستعملون النسيعة يبدلون الحرام بحلال والحرام والحلال بحرام يقوم سيدهم فيقول اعلموا أنني أحللت القتال في ذي الحج مثلا وحرمت بدله صفر فيطيعونه النسيء سماه الله جل وعلا زيادة في الكفر يحلونه عام ويحرمونه عاما يواطئ العدة يواطئ العدد يقول العدد الحرم الثلاثة جميع بدل ذي الحج يحرم صفر بدل ذي الحج يحرم ربيع وهكذا بدل ذي القادة يحرم شوال وهكذا نعم شوال بفتح الشين المعجمة وتشديد الواوي وهو الشهر يعني المنقوطة المعجمة المنقوطة والمهملة السالية من النقط وهو الشهر العاشر من السنة القمرية الهجرية وهو أول أشهر الحج قيل سمي شوالا لأنه وقت تسمية الشهور صادفت تشويل الإبل جمعه شوالات العبل كانت في شوال يعني حين التسمية حين سمي شوال كانت العبل ترفع أذيا لها لطلب اللقاح فسمي شوال فسمي شوال نعم الدهر بفتح الدال وإسكان الهائي ويطلق عليه أزمرة كثيرة متفاوتة ولكن المراد هنا هو السنة القمرية كما سيأتي بيانه فيما يؤخذ من الحديث الدهر يطلق على أزمنا كثيرة يطلق على زمن مضى دهر مضى يطلق على المستقبل يدلق على الحال نحن في هذا الدهر كذا يطلق على أزمنا كثيرة لكنه المراد به هنا السنة القمرية يعني كأنما صام السنة القمرية كلها نعم ما يؤخذ من الحديث أولا فيه استحباب صيام الست من شوال لهذا الحديث الصريح الصحيح الذي جاء من ثلاث طرق غير هذا الطريق فرواه أحمد وأبو داود والترمذي من ثلاث أوجه حتى قيل إنه حديث متواتر ذلك أن الدمياطي جمع طرق الحديث فأسنده عن بضعة وعشرين رجلا أكثرهم حفاظ ثقات ثانيا استحباب صيام الست هو مذهب السلف والخلف وجمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد أما مالك فيرى كراهة صيامها لألا يظن العام وجوبها لقربها من رمضان وهذا تعليل واه جدا في مقابل السنة الصحيحة الصريحة فهو تعليل لا يستقيم ولا يبقى أمام البحث والنظر وأحسن ما اعتذر به الإمام مالك ما قاله محقق مذهبه وشارح موطئه أبو عمر بن عبدالبر أن هذا الحديث لم يبلغ مالكا ولو بلغه لقال به يقول ابن عبدالبر رحمه الله ومالكي وشارح الموطئ وراوي حديث أمام مالك يقول إن هذا لم يطلع عليه الإمام مالك وجل من لا عيب فيه ويجوز أنه مطلع عليه لأن العلم غزير وكثير ويجوز أنه مطلع على استحباب الصيام من شوال فكره ذلك خوفاً أن يظن العامة إن هذا تكميل لرمضان وليس بهذا خوف أولاً لوجود الحديث الصحيح يبطل كل تعليل ثانياً التعليل هذا مردود لأن يوم العيد يحرم صيامه فإذا حرم صيام يوم العيد فما بعده ما العلاقة في رمضان اليوم الأول الذي يلي رمضان مباشرة هذا يحرم صيامه لأنه يوم العيد وما بعده فلا يحرم تعود الأمور على أمورها ولا يدخل في رمضان منها شيء نعم ثالثاً قال في الإقناع وشرحه يسن صوم ست أيام شوال ولو متفرقة ولا تحصل الفضيلة بصيامها في غير شوال لا تحصل إلا في شوال سيام الست من شوال لو قالوا أريد أن نقضيها في ذلقعدة نقول ما يصح أن تقضى في ذلقعدة لأنها سنة فات محلها وإنما هي تستحب في شوال ولا يزم التوالي ولا يزم الانتظام في أول الشهر ولا في آخره بل المهم أن تكون الستة الأيام في شهر شوال سواء وزع على الأيام الأثنين أو وزع على أيام الخميس أو وزع على أيام راحته واستقراره في بيته أو صام أول شهر مثلا يوما أو يومين وصام وسط الشهر يوما أو يومين أو صام آخر الشهر يوما أو يومين المهم أن تقع الستة الأيام في شهر شوال رابعا من صامها مع رمضان فكأنما صام الدهر فرضا ذلك أن الحسنة بعشر أمثالها فرمضان بعشرة أشهر والستة الأيام من شهرين عن شهرين فذلك سنة كاملة فحصل بها سنة كاملة فحصل منه صيام الصيام فرضا في سنة كاملة لأن الستة الأيام من شوال صارت في العجر مثل الصيام رمضان في العجر هذه لقربها من رمضان صارت فضيلتها كفضيلة رمضان فرمضان بعشرة أشهر والستة الأيام عن شهرين فذلك سنة كاملة فحصل ثواب عبادة الدهر على وجه لا مشقة فيه فضلا من الله ونعمة على عباده خامسا استحب العلماء أن يكون صيام الستة بعد يوم العيد مباشرة لمراعاة أمور عامة منها المسارعة إلى فعل الخير ومنها أن المسارعة إليها دليل على الرغبة في الصيام والطاعة وعدم السأم منها ومنها أن لا يعرض له من الأمور ما يمنعه من الصيام إذا أخرها ومنها أن الصيام ستة أيام بعد رمضان كالراتبة بعد فريضة الصلاة فتكون بعدها وغير ذلك من الاعتبارات والله الموفق يقرر المعلف رحمه الله تعالى أن الصيام الست من شوال في أي أيام شهر شوءا موزع لكن الأفضل أن تكون موالية لرمضان لما يرحمك الله قال لأنها مبادرة بالطاعة المرء إذا أفطر يوم العيد وصام بعد العيد مبادرة إلى أداة هذا الواجب قال مستحب ثانيا أن النفوس مش رئبة للصيام وتحب الصيام وما ملت منه ثالثا أنها مثل الراتبة للصلاة يعني الراتب للصلاة يصليها على طول ما يخليها بآخر الوقت ويخليها راتبة الظهر بعد العصر لا يصلي الراتبة بعدها وهكذا أمور كثيرة فضلت المبادرة بها أولى من تأخيرها نعم فإذا قال الشيخ ويسمي بعضهم الثامن من شوال عيد الأبرار ولا يجز اعتقاده عيدا فإنه ليس بعيد إجماعا وليست له شعائر العيد خلاف العلماء اختلف العلماء في جواز صيام التطوع ومنها أيام الست وعليها صيام واجب فذهب الأئمة الثلاثة إلى جوازه وقاسوه على صلاة التطوع قبل صلاة الفرض في وقتها والمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يحرم صيام التطوع ولا يصح ما دام عليه صوم الواجب ذهب الأئمة الثلاثة هل نقول بخلاف مالك ولا معهم مالك معهم مالك في هذا لأن هذا ليس في صيام الست يقول بالإمام الأئمة الثلاثة من عليه فرض يجوز له أن يصوم النفل قبل أداء الفرض كل الأئمة الثلاثة أما الإمام أحمد رحمه الله فيقول لا لا يجوز لما يرحمك الله قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان وهذا إذا لم يكمل رمضان ما كأنه صام رمضان إلى الآن فالأولى له المبادرة بالفريضة ثم إن أدرك صام رمضان بحسن وإن صام الستة من شوال بحسن وإن لم يدرك وفاتت عليه فلعل الله أن يكتبها له لأنه عزم عليها لكن ضاق الوقت فمن كان عليهم قضاء من رمضان فالأولى له فروجا من الخلاف أن يصوم قضاء رمضان أولاً حتى يستكمل صيام رمضان ثم إن أمكنه الصيام وإن لم يمكنه فلا بأس عليه هذا كلام الأئمة 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 أحمد يقول يحسن أن يقوم بالفرض أولاً ولا يصوم النفل الأئمة الثلاثة يقول لا بأس أن يصوم الستة من شوال في شار شوال ويؤخر قضاء رمضان إلى ذي القعدة أو ذي الحجة أو محرم أو صبر لأن قضاء رمضان يصح في أي يوم من أيام السنة ما لم يدخل عليه رمضان الآخر لو ما قضاها إلا بشعبان المقبل فقضاءه صحيح ولا لوم عليه نعم قال في شرح الإقناع ويحرم التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان ولا يصح نص عليه يحرم التطوع هذا على مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه بل يبدأ بالفرض حتى يقضيه لحديث أن الله لا يقبل تطوعا حتى تؤدى فريضته رواه ابن أبي شيبة موقوفا على أبي بكر رضي الله عنه أما من صام الستة الأيام من شوال وعليه قضاء فإنه بذلك صامها قبل أن يكمل رمضان واختلفوا هل تقضى الأيام الستة إذا خرج شوال وفيه قولان لأهل العلم الأرجح أنها لا تقضى لأنها سنة فات محلها فات محلها فلا تقضى فمثل تحية المسجد لو جاء الرجل وجلس قلنا نقوم صل ركعتين قام وصل ركعتين لكن جلس حتى خرج إلى البيت ثم قيل له أنك لم تصلي تحية المسجد قال أقضيها الآن نقول لا خلص فات قضاءها فات محلها والله أعلم وصلى الله وسلم ومبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الدرس القادم إن شاء الله في حديث بسعيد الخدري في بقية الصيام إن شاء الله حالة الأحاديث نأخذها قبل أن نبدأ بالفرائض والفقه يقول السائل ورد أن أيام العيد أيام أكل وشرب كيف نجمع بينه وبين المبادرة بالصيام ما قال عليه الصلاة والسلام أيام العيد أيام أكل وشرب وإنما أيام التشريق أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تبارك وتعالى يقول السائل هل تجوز العمرة للوالدين المتوفين من التنعيم أخي لا يجوز لك وقد عديت عمره من قريب أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى إلا إن سافرت إلى المدينة أو غيرها ورغبت في العودة إلى مكة فتعود إليها بعمرة عن أحد والديك ولا يجوز لك أن تجمع الوالدين بعمرة واحدة فالعمرة لشخص واحد فقط يقول السائل وصلت إلى مكة وقت صلاة العشاء فأديت صلاة المغرب والعشاء جمعا وقصرا إلا أنني أنوي البقاء في مكة تسعة أيام فهل صلاة العشاء صحيحة أخي إذا وصلت مكان إقامتك مكة وغيرها فلا يسوق لك أن تجمع ولا أن تقصر أما فعلك الآن فأنت جمعت المغرب والعشاء لأنك وصلت في وقت العشاء فصلاتك العشاء صحيحة لأنك صليت في وقتها وأما قصرك صلاة العشاء وأن تتنوي الإقامة في مكة تسعة أيام فهذه أيام إقامة فهليك أن تتم صلاة العشاء وأن تقضي الصلاة التي صليتها العشاء ركعتين يقول السائر هل يجوز أن أعطي ابنتي الزكاة لأن زوجها فقير وعندها أولاد كثير لا يا أخي لا يسوق لك أن تعطي ابنتك من زكاة مالك وإنما لك أن تعطي زوج ابنتك زوج ابنتك تعطيه من الزكاة لأنها لا تلزمك نفقته بخلاف بنتك فإنها تلزمك نفقتها إذا قصرت بها النفق وكذا أولادها يلزمك أن تنفق عليهم وأما في حال أعطائك لزوج ابنتك فلا بأس عليك لأنه لا يلزمك أن تنفق عليه يقول السائر مقيم بمكة منذ عشرين يوما وأريد عمرة من أين من أين ألبس الإحرام وأنوي العمرة لك أنت اعتمرا من الحل إذا قمت من مكة عشرة عشرين يوما ورغمت بالعمرة من جديد فلا بأس لكن تحرم من الحل ما يجود لك أن تحرم من داخل مكة يقول السائر أنا أعمل في شركة ولا أستطيع صيام الست إلا يوم الجمعة ماذا علي ليس عليك بأس أن تصوم يوم الجمعة وتزيد يومين في أي أيام رأيت لا بأس أن تصوم أربعة أيام من أيام الجمعة وما زاد عليك منها تختار لها اليوم الذي يناسبك يقول السائل اعتمرت في رمضان أكثر من أربعين عمرة عن أقرباء المتوفين فهل عملي صحيح؟ الآن أتسأل لما اعتمرت أربعين عمرة في رمضان هل فعل هذا أحد من السلف؟ أم سبقت السلف كلهم أنت؟ هذا خطأ وتلاعب الفرائد وتلاعب العبادات أربعين عمرة وشون؟ في اليوم عمرتين بعض الأيام هذا الشيطان اللعين يأتي إلى قلب العبد فيشمه فيرى ميوله فيسوقه من حيث يهوى الشيطان ذكي ولعيم خبيث يسوق الناس سوقا إلى مخالفة الكتاب والسنة وإن تظاهروا أنهم متمسكون بتعاليم الإسلام وإلا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر أربعين عمرة في شهر رمضان ما اعتمر ولا عمرة واحدة في رمضان عليه الصلاة والسلام اعتمر في حياته كلها أربع عمر أربع عمر فقط عمرات واحدة منها ما دخل مكة واحدة ما حجته عليه الصلاة والسلام واثنتان قدم مكة محرما هذه عمره صلى الله عليه وسلم في كل عمره عليه الصلاة والسلام نعم يا أخي إذا نويت ذلك إذا نويت أن هذه الثلاثة الأيام من الشهر على أساس أنك تصوم كل شهر ثلاثة أيام ونويتها من الست من شوال صحت لا فأس عليك لأن النوافل تتداخل يقول السائل هل يجوز أن أذبح بدنة واحدة عقيقة لمولودين لا يجوز أخي وإنما البدنة عن واحد والبقرة عن واحد والشات عن واحد فالعقيقة ما تجزي فيها التعدد ما تكون بدنة عن سبعة ولا البقرة عن سبعة وإنما هذا في الوضحية وأما العقيقة فيلزم أن تكون العقيقة شاءة واحدة أو بدنة واحدة أو بقرة واحدة يقول السائل ذكر فضيلتكم في درس البارحة أن الكذب بضرر إذا كان ضرره متوسط فهو من الصغائر وإذا كان ضرره كبيرا فهو من الكبائر فما حكم الكذب في حال خشي المكر والضرر على نفسه عند قوم لا يأمن مكرهم إذا كان لا يترتب عليه ضرر للآخرين وإنما ينفع نفسه أو ينقذ نفسه من هلكه أو ينقذ غيره من هلكه فقد يكون هذا مستحبا لا مكروها ولا محرما كما فعل بعض الصحابة رضي الله عنهم لما خاف على صاحبه قالوا هذا ابن فلان قال لا هذا أخي وحلف لهم أنه أخوه أي أخوه من الإسلام فسلم فهذا الكذب مستحب لأنه يؤجر عليه الإنسان يقول السائر صليت بالناس إماما ووجدت قطعة صغيرة من السواك في فمي أثناء الصلاة فابتلعبتها لأني لو أخرجتها لشغلتني فهل علي شيء؟ لا يا أخي ليس عليك شيء هذه بسيطة صلاة الوتر سنة مستحبة وآضب عليها النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الوتر حضرا ولا سفرا والوتر أيها الإخوة غير القنوت القنوت هو الدعاء بعد الرفع من الركوع أو قبل الركوع هذا يسمى قنوت والوتر صلاة ركعة بعد صلاة العشاء ونوافر الصلوات يختم بها المرء صلاة الليل بالوتر فالأفضل صلاة الليل أن يختمها بالصلاة الوتر والوتر ركعة أو ثلاث ركعات أو خمس ركعات أو سبع ركعات أو تسع ركعات هذه أكثر ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في سلام واحد تسع ركعات وإن أوتر بإحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين فهذا حسن أو أوتر بثلاث عشرة ركعة فلا بأس أو زاد على ثلاث عشرة ركعة أو صلى بدون عدد على ركعتين ركعتين فإذا أراد أن ينتهي أو ترى بركعة فلا بأس كان يصلي في المسجد بعد صلاة العشاء ركعتين بعد الراتبة فإذا ذهب إلى أهله صلى ركعتين عند وصول إهدانه ثم إذا أراد أنهم صلى ركعتين ثم إذا استيقظ صلى ركعتين واستمر في صلاته حتى يطلع الفجر فإن تطلوع الفجر أو ترى بركعة نقول له كم صليت يقول لا أدري إنما كلما سنحت لي الفرصة أقوم أو صلي يقول خيرا فعلت لا بأس عليك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما حدد لنا صلاة الليل بأن لا يزاد فيها ولا ينقص أو ترى بركعة ختم بها القرآن كله كما فعل عثمان رضي الله عنه عثمان بن عفار رضي الله عنه الخليفة الراشد يقول المسور بن مخرمة دخل رجل الحجر مقنعا يعني عليه قناع ما يبيعرف فما رأيت يسجد إلا في سجدات التلاوة فلما ختم القرآن ركع وسجد وسلم عند طلوع الفجر فخرج إلى الصلاة فتبعت بيذاه عثمان بن عفار رضي الله عنه فيجوذ للمسلم أن يصلي الليل كله في ركعة واحدة ويجوذ له أن يصليه في ثلاث ويجوذ أن يصليه في خمس وهكذا مهما زاد أو نقص على بأس المهم أن يختم وسره صلاته بركعة واحدة وأول وقت الوتر من بعد صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب فمثلا مريض في داره صل المغرب جمع تقديم والعشاء جمع تقديم ثم أوتر بعد صلاة العشاء بركعة والناس إلى الآن ما صلوا المغرب فلا بعث عليه لأنه ما دام يسوق له الجمع فإذا أوتر بعد صلاة العشاء فوتره صحيح وعند طلوع الفجر ينتهي الوتر فإذا بقي عليه شيء من الصلاة أو أراد أن يصلي فيصلي بلا وتر يصلي إذا أراد قضاء الوتر ضحاء فكان ما صلىه ليلا لكن يصليه شفعا شفعا لا يجوذ أن يصلي الوتر بالضحاء يقول السائر لدينا صندوق للأسرة نجمع فيه بعض المبالغ وتصرف حسب اتفاق الأسرة وعدد أفرادها وعدد أفراد الصندوق حوالي ثلاثين شخص هل تجب الزكاة في هذه المبالغ؟ هذه المبالغ إذا كانت ترجع إلى أهلها تجمع وترجع إلى أهلها أبيع الزكاة لأنها أموال مملوكة أما إذا كانت عدة للنوائب وعدت مساعدة للمرضى والمحتاجين والمتزوجين من الفقراء وغيرهم فلا زكاة فيها لأنه لا أحد يملك هذه الأموال ويشترط فيما تجب فيه الزكاة أن يكون مملوكا لشخص معين يقول السائر هل يجوز لي أن أقوم بعمرة لأبي المتوفي علما أنه سبق له الحج إذا سبق لي أبيك الحج أو لم يسبق أو لم يحج فلك أن تعتمر عنه سواء حج أو لم يحج لكن اعلم أخي أن العمرة المشروعة التي تقدم بها إلى مكة فإذا قدمت إلى مكة بعمرة عن أبيك بحسا سواء حج أبوك ولم يحج لا بعث بذلك ولا تخرج بالعمرة من ذلك من مكة تخرج إلى الحل هذه لا ينبغي أن تفعل إلا لمن كان مقيما في مكة وطالت إقامته ورغب في هذا النسك فلوان يخرج إلى الحل ليحرم منه يقول السائل أحسن الله إليكم ما الحكم في الشك في أشواط السعي أو الطواف إذا شك في السعي أو في الطواف فيبني على اليقين ما هو اليقين؟ إذا شك هل طواف وهذا سادس أو خامس يقول يجعله خامس ويكمل شك هل هو سادس أو سابع نقول يجعله سادس ويكمل شك هل هو الثالث أو الرابع نقول يجعله الثالث ويكمل طوافه وأما السعي فلا يشك فيه واحد وآخر بيليه وإنما يشك فيه هل هو الخامس أو الثالث هل هو السابع أو الخامس فإذا شك أهو السابع أو الخامس فيجعله الخامس ويكمل سعياه يقول السائل عند المصيبة إذا لم يفعل إذا لم يقدم أهل الميت الطعام وفعله غيرهم ما حكمه يكره طعام الذي يعد عند الوفاة للمعزين والمعزي يأتي وعزي أهل الميت ويخرج بلا طعام سواء كان الطعام منهم أو منه لأن هذا بدعة هذا والله أعلم وصلى الله وسلم ومبارك على عبده ورسوله ربينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر